أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأنام حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطواهرين المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية ونحن في خير وعافية أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بخدمتكم في هذه السلسلة المتواصلة تحت عنوان سؤال على البال وكنت ذكرت فيما سبق في الحلقة الماضية أمورا وجدانية تشد اليد بين المسلمين وتبكيهم على حالهم من حالهم واليوم نكمل مبتدأنا ونقول بشيء من المقدمة من نظر من المسلمين إلى حال المسلمين بكى لهم وبكى منهم صحيح بكى عليهم وما يبكي أكثر هو أن علاجهم بأيديهم ولا يفعلون وأن صوابهم بمتناولهم ولا يستفيدون ألا ترى المسلمين مستسلمين وضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم في حين أنهم يتغنون بمجدهم القديم وهو صنع غيرهم والكل يتغنى ويترنم بأمجاد الأسلاف وبفعل النبي صلى الله عليه وآله وكوما معه والحال أننا نحن معنيون بدينه صلى الله عليه وآله كما الصحابة لا فرق في ديننا وعقيدتنا بين المسلمين الأوائل والمسلمين التابعين كل من الصنفين مأمور لذلك النبي الأمي الذي خلد الله دينه وأبقى حلاله إلى يوم الدين وأبقى حرامه إلى يوم الدين فنحن مأمورون مخاطبون كالذين سبقونا بالإيمان والإسلام لكنهم في حياته صلى الله عليه وآله أتم الله النعمة عليهم ورص صفهم ووحد كلمتهم وعصمهم بالمعصوم صلى الله عليه وآله وحباهم الله تعالى بالسداد والرشاد قدر ما أرادوا ربهم بذلك على هن وهن من هذا وذاك لكن العمومة والشمول كان سيد الموقف فيهم سدادا ورشادا لأن الوحي يطلع وأن المعاجزة تطرى وأن العصامية قائمة ومحدودة بحدين شريفين ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أقول مجد القدامى يتغنى به المتأخرون ولكنهم لا يستفيدون والدين ميؤوس من بطلانه وميؤوس من الخلل فيه محفوظ من رب السماء وقد أشار الله عز وجل إلى هذه النعمة والقمة التي جعلت أمة الإسلام في أعلى قمم بين الأمم كقوله تعالى اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم والمراد من اليوم يعني ابتداء من اليوم حيث تم الدين إلى يوم الدين وعندها رضي الله عز وجل لنا الإسلام دينا الإسلام الجامع الإسلام الشابل الإسلام الحافظ وقد وصل الله عز وجل لنا فيه كل شيء وأعطى نبينا صلى الله عليه وآله لأمته غاية المجهود فجزاه الله خير جزاء النبيين عن أممهم وحشرنا الله وإياكم معه تحت لوائه أقول وخوف المصلحين وخوف القادة السماويين من بعدهم على من بعدهم لا يخافون وهم ماثلون قائمون بين أممهم لأنهم عبا عباد مكرمون يسددهم الله تبارك وتعالى حيث أراد وهذا المصطفى صلى الله عليه وآله قد أعطاه الله وأرضاه وبشره بنصر بعد نصر وأنه أسر القلوب ودخل كل دار وملك كل حجة وأعطاه الله فصل الخطاب فكان دوما صلى الله عليه وآله الحاكم والحكيم وأن المسلمين من عقيدتهم المسلكية ومن دينهم التفعيل أنه لا يؤمن أحدهم حتى يحكم النبي في أمره وصطر الله عز وجل هذه السلطنة العقلية والعقلائية والولائية للنبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان أولى بأمورهم منهم بل كان أولى بأنفسهم من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أقول كل هذا كان من جامع الخطاب ومن فصل الخطاب الذي أيد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله خوف المصلحين على من بعدهم وقد حدث القرآن الكريم عن أمم من نبيين وعن جماعات من مصلحين خافوا على من بعدهم فأوصوهم كان خوفهم على المرئيين البعيدين الذين لم تلدهم الأمهات سأتلو بعض مقاطع من آيات شريفة لطيفة النبي صلى الله عليه وآله أولى بها وحذر منها وفعلها على مسامعنا وإياكم يعقوب النبي صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا خاطب بنيه وهم أصباط وخاطب من بعد الأصباط من بعد الأصباط عبرهم فحملهم القوم وأوصل لهم القوم إذ جمعهم وخاطبهم وكان من خطابه صلى الله عليه أنه قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وصية بتقرير ووصية بإقرار ما تعبدون من بعدي موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله لما رجع إلى قومه رضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني بئس ما خلفتموني من بعدي تركت فيكم خلفا تركت فيكم خليفة خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلدوا ما تركتكم هملا وغيبتي محدودة أخشى عليكم من أنفسكم وأخاف على دينكم منكم قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه أو كقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ولما نذهب إلى تلك الأمة وتلك وهذه أمتنا حاضرها ينبيك توصيفها عن آلامها تبكي لها وتبكي منها ما الذي مزق الأمة بعد وحدتها ما الذي فرق الجامع عن المجامع ما الذي جعل الشرع شوارع وفي حياته صلى الله عليه وآله ما كان من هذا شكل ولا لون وكان الكل مرعيين لنظرته صلى الله عليه وآله والمخالفون فيه أفراد وجماعة لكن الجماعة العظمى تنقاد إليه وتنأسر بين يديه صلى الله عليه وآله صحيح في المدينة رجال مردوا على النفاق صحيح كان في المجتمع منافق ومؤمن صحيح كانوا درجات وطبقات لكن الله عز وجل أيدا دينه برجال وحفظ الله عز وجل إسلامه بالنبي والذين آمنوا معه الذين كانوا رحماء فيما بينهم أقول لنذكر شيئا من آيات الله تعالى عن الأمة وحالها يقول الله عز وجل في آيتين موحدا شأن الأمة وشكلها يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونَ إنذار وتحذير توصيف للتوظيف إن هذه أمتكم أمة واحدة صحيح فلا تفرقوها فلا تمزقوها وكونوا في هذا المنوال على هذا المثال نعم ربنا ما الذي يمزقنا ما الذي يفرقنا ما الذي يشتتنا إن هذه أمتكم أمة واحدة لنتلو ما بعدها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أما الآية هذه في صورة الأنبياء أما الآية الأخرى في صورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون أيحسن للمسلمين أن يشرطوا لأنفسهم على نبيهم هل للمؤمنين الخيارة هل لهم دين بعد رسول الله غير الدين الذي أخذوه منه صلى الله عليه وآله أمتهم واحدة قرآنهم واحد نبيهم واحد عقيدتهم واحدة ما الذي فرقهم وما الذي تقطعوا أمرهم فيه فصار كل حزب بما لديهم فرحون الحال يثير هذا السؤال الدين كمل والإسلام تم فعلامة التناكر والتناقص أكثر من هذا النبي صلى الله عليه وآله صاحب فصل الخطاب أعطاهم كل ما يريدون أمرهم ونهاهم وهذا الله عز وجل يسطر القول بعتاب فيقول سبحانه وتعالى في صورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم إن لم يستجيبوا لك وأنت بينهم خطاب لمن؟ للمسلمين؟ خطاب للذين أمروا بمتاوعته ومبايعته صلى الله عليه وآله إلى قوله ولقد وصلنا لهم القول أي قول هو الذي وصله إليهم ربهم عز وجل جميع ما يحتاجونه في معادهم ومعاشهم ما تركهم النبي صلى الله عليه وآله يتيهون يطيعون لنجعل أنفسنا في أيامنا مخاطبين كما الصحابة لنعيش معه صلى الله عليه وآله في تركته في وصيته حيث أوصانا جميعا وخاطبنا وكان مما أوصانا به ما رواه الفريقان وهو الذي كنت ابتدأت حديثي السابق معكم فيه وقبل أن نذكر تفاصيل الحديث نقول صار لزاما أن يخرج كل مننا من مأسوره الثقافي ومن إرثه المأخوذ في بيئته الحاملة له وينأسر حصرا للنبي صلى الله عليه وآله ليجعل كل منا سمعه وقفا على النبي وعقله امتثالا لمراد النبي لنجد المعظم صاحب السداد صلى الله عليه وآله قد أضاء لنا في كل طريق ما ينير وإن ادعى بعض المسلمين عمليا أن نقصا هنا أو تركا هناك قول القاصرين هذا ما ترك النبي صلى الله عليه وآله أمته هملا وخوفه من بعده على من بعده فكيف أمن على أمته كيف جعلهم في تلك العصامية التي يتحقق فيها يأس الآخرين من دينهم لا مدة من عاصم والناس أهواء وعواطف وتأخذهم القواصف والعواصف والناس يميلون فإلى أي ركن وثيق يرجعون آراء ومذاهب والإنسان خلاق وذهنه مشتت في كل اتجاه كما النظرات ما العاصم بعد النبي من العاصم بعد النبي يتراء من هذا السؤال الجواب السهل ويكثيرون من الناس لا يحتارون فيما يختارون فيقولون هذا القرآن الكريم هذا كتاب الله عز وجل لألا عز وجل نزله تبياناً وأنزله هادياً وأنزله عاصماً معصوماً ولا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقد اعتمد النبي صلى الله عليه وآله على قرآن الله عاصماً للأمة من بعده سؤال على البال سؤال مشروع فهل هو شرعي أول ما يتراء لك وهي تنفعك أن المسلمين أكثر من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وآله عن أمور دينهم ومعادهم ومعاشهم كم هي الأسئلة التي كانت عن تفسير الآيات كانوا يسألون النبي مباشرة عن أحكامه عما يحصل معهم عما يحدث من أحداث بعبارة أوضح القرآن هدى شامل جامع تام بس له أهله وهم أهل الذكر وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم حق المعرفة في القرآن الكريم لا يعرفها إلا من خصه الله عز وجل بعلم جم وعلم خاص هم أهل القرآن وهم أهل الذكر يأتينا إن شاء الله التشرف بحديث عنهم لكن المسلمون احتاجوا في أيامهم في أحداثهم إلى حكم الله عز وجل فكانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا بيكون إشعار وجداني إلى أن القرآن يكفي كل شيء ويكفي كل أحد لكن من أهل القرآن فكانت صحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وآله يعني بعبارة أخرى يرجعون إلى شرح النبي إلى ابتداء النبي بالأحاديث إلى استنهاض إبداء وإيجاد مصدر من مصادر التشريع وهو الحديث النبوي الكريم من فم النبي صلى الله عليه وآله نعم القرآن قائم تام يقول في آية منه وهذه الآية حقوقياً تعدل القرآن الكريم كله قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالقرآن الكريم بنفسه يصرح أني أرجع في مضموني ومرادي إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة ينص القرآن الكريم على توأمية التشريع فيه وفي محمد صلى الله عليه وآله في كل شيء أرجع القرآن إلى النبي حكماً وحكمةً وإدارةً وشريعةً وأحكاماً وأحكاماً تفصيلية وأضع لك هذا الشاهد في الباب كمثال أكثر الأوامر الشرعية صراحةً كالصلاة والزكاة والصوم إلى آخر حكم شرعي شريف أعطى الله عز وجل فيه عناوين عامة فكل سؤال فكل تشريع يتفرع منه أسئلة عدة لا تجد جوابها في القرآن الكريم أقيم الصلاة تسأل كم وكيف وأين ومتى وآت الزكاة لله على الناس حج البيت كل تشريع قرآني يتفرع لأجل تطبيقه عدة من الأسئلة لا أعداد الركعات ولا الأركان ولا الشروط ولا التفاصيل ولا الأجزاء في جل العبادات تبينة في القرآن الكريم مع أن الكتاب العزيز يصرح عن نفسه بأنه أنزله الله تعالى تبياناً لكل شيء لكنه سبحانه صرح في آية أخرى بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا فالقرآن الكريم ما رده إلى النبي وما أخذه من النبي ومصدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض والقرآن الكريم فيه متشابه وفيه محكم وفيه مجمل لا يستوضحه قارئوه إلا بعد الرجوع إلى أهل العباء إلى أهل الإشارة وإلى أهل التأويل وإلى أهل الاستنباط فعموم الهداية في القرآن الكريم أمر قائم وهو بإيجاز إعجاز ومتضمن للتشريع إعجازه يخاطب به كل نفس من الجن والإنس مغمونه قائم به موجود عناوين تحكي مضامين مردها إلى محمد صلى الله عليه وآله وعطرته مردها إلى الذين أنعم الله عز وجل عليهم بهذه الخصوصية ثم من الأحاديث الشريفة التي وردت عن المسلمين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن الكريم يعدله النبي بفمه الشريف بيانا وحكما سأتلو عليكم هذا النص يقول صلى الله عليه وآله وقد جعله بعض المؤلفين والجامعين للروايات جعله من دلائل النبوة يعني مما فيه من نبوءة غيبية يقول صلى الله عليه وآله كما روى أحمر في مسنده وبن ماجه في سننه وأبي داود أيضا كذلك والبيهق ودلائل النبوة وغيرها حديث يعرف بحديث الأريكة وقد روي عن النبي بطرق متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوشك الرجل يوشك يعني يحصل عن قريب يعني يقرب أن يكون هذا أن يكون هذا حقا ومنطبقا يوشك الرجل متكئا على أريكته يعني يجلس مستندا كأنه مرتاح البال لا يزعج خاطره شيء يدعي اطمئنانا وأمانا يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله وهذه دعوة صريحة أيها الأحباب يعني النبي صلى الله عليه وآله يألم ويتألم أنه سيترك حديثه وسنته والحجة ما هي الحجة ما هو العذر الفاتر حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله يقول يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه تقول ما استفدت من هذا الحديث غير واضح أقول في حديث آخر أوضح ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله بعض الكلام يحتاج إلى توضيح أكثر يقول في نفس الحديث بزيادة ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني لا تبعض أحكام الله والحجة القائمة إلا اليوم عنده كثيرين دعني من النصوص فتلا نشوف القرآن الكريم في نص آخر أصرح وفي خبر مروي أيضا في هذه المصادر يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه التفتو هذا من أسباب الضياع يأتيه الأمر يعني لهذا الذي من بعدي يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه هذا مصداق لقوله تعالى ما أتاكم الرسول فخدوه ومنهاكم عنه فأنته ترى التفتو يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري سلا أدري جهلا ولا لا أدري يعني لا يهمني لا أدري للأول عمول يأتيه الأمر عنه يأتيه الأمر وقد أمرت به يأتيه النهي وقد نهيت عنه لكن قد لا يميل إليه أو لا يأخذ به لسبب أو لآخر العذر فيقول لا أدل ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه أصرح من هذا يقول صلى الله عليه وآله في نص مثله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه لعل أحدكم هذه لعل من أدوات قرب الحصول لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريكته فيقول دعونا من هذا هذا رفض صريح هناك عسى لقائل أن يقول اشتبه الأمر على المنقول إليه فاضطرب الحال له فقال دعونا من هذا ما ندري لا أدري يعني بتكون إشارة لا أدري إلى جهله بالصحيح وغيره من الحديث مع أن القرينة في نفس الحديث كلا يقول أمرت به هذا حديث أصرح يأتيه الحديث وما في قرينة الشك فيه يأتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله فقل دعونا من هذا ليه ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه أصرح هذه قدية الخمل عن صحابي أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب الناس أرجو الالتفات إلى نص النبي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله أيحسب أحدكم متكئا على أريكته ويأتيه قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعوت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن كيف تعاطى المسلمون مع هذه العصامية نكملها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله